ترى أساعد مجلس القيادة الراسية الوعد روس الزبيدي اجتماعا للمكتب التنفيذي بالعاصمة المؤقتة عدن وأطلع اللواء الزبيدي الحضرين في مستهل الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بعدن بدر معاون على آخر التطورات المرتبطة بالعملية السياسية وخريطة الطريق المقدمة من المبقوث الأممي مجددا التأكيد على ضرورة وجود طار تفاوض خاص بقضية الجنوب في العملية السياسية وتطرق الزبيدي في كلمته لما تعيشه العاصمة المؤقتة عدم من أوضاع صعبة بسبب ترد الوضع الاقتصادي مشددا على ضرورة أن يضطيع الجميع بمسؤولياتهم ومهامهم المناطبهم والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالوضع المعيشي للمواطنين كلا وفق الإمكانات المتاحة لديه وأضاف الزبيدي نحن على إدراك تام بصعوبة الوضع خصوصا للجانب الاقتصادي لكن ذلك لا يعفينا من القيام بمهامنا على كافة المستويات فعدن عاصمتنا جميعا والحفاظ عليها ومؤسساتها مسؤولية الجميع وأشدد على ضرورة الاستعانة والاستفادة من كل الكفاءة والقدرات الشابة التي تزخر بها عدن في مختلف المجالات وتمكينهم ومساعدتهم على تحمل المسؤولية باعتبارهم الشريح الأهم في المجتمع وأتبع الزبيدي كلمته قائلا الشباب عدن قدموا تضحيات جسيمة في مختلف مراحل النضال كما أنهم كانوا في مقدمة الصفوف في معركة تحرير مدينتهم وحقهم في الوظيفة اللعامة يجب أن يحصل عليها كاملا دون نقصان وخطب الحاضرين قائلا عليكم الاقتراب من المواطنين وتلمس همومهم ومشكلاتهم والعمل على حلها ووقف أي عمليات تحصيل لجبايات غير قانونية سواء لجهات أو أشخاص غير مخولين بها وفقا للنظام والقانون وأكد الزبيدي في ختام كلمته على همية تنسيق الأعمال بين السلطات المحلية على مستوى المحافظة والمديريات بما يعود بالنفع على المواطنين والصالح العام للمدينة موشيرا إلى أن هذه الاجتماعات ستتم بصورة دورية للوقوف على ما تم إنجازه من مهام واطلع اللواء الزبيدي بعدها من وكلاء المحافظة ومديري المكاتب التنفيذية ومديري عموم المديريات على جملة من المشكلات والصعوبات التي تواجه سير عملهم بالضافة إلى عدد من الآراء والمقترحات الكفيلة بحلها وتم اتخاذ ما يلزم بشأنها اشتركوا في القناة